الأسطورة تقول أن إيريز وإبن أفاناسيا ولوكاس لو منشعر أفاناسيا أيضا الشاملة تحت عينه إنها نفس الشاملة لدى لوكاس عيون جديه كلود لذا الأسطورة صحيحة مئة بالمئة في الوقت الماضي قبل العودة بالزمن كانت كيرا وجوزيف يتحدثان عن الأعمال السياسية بأنه تم البدء بأعمال الترميم عن الأنقاض التي تضررت خلال عملية الإخضاع الأخيرة تجيبه كيرا أن يسرعوا لأن هناك ضغط من العائلة الإمبراطورية وتسألهما إذا كان هناك ما يكفي من الأيد العاملة يجيبها أن هيكل فرسانهم سينضم للعمل ثم تأمره بأن ينتهوا من هذا الأمر بحلل الشهر المقبل يجيبها جوزيف أن هذا صعب للغاية تلتفت إليه وتعبس في وجهه وتقول هل كلمتها مجرد نقطة مضحكة بالنسبة له؟ يجيبها جوزيف بلاه يحدق في كيرا ويقول أنها أصبحت حادة هذه الأيام لابد أنه بسبب المرأة التي أحذرها الكونت وأينبيرك فجأة حتى أولئك الذين كانوا قلقين في البداية من ظهوري مثل هذه الغريبة سرعان ما بدأوا تدريجيا بدعمها بسبب كونها تشبه الدوق كثيرا ويفكر في كيرا كيف أمكن أن يديروا ظهرهم بهذه السهولة؟ كيف يديروا ظهرهم عن الأميرة التي أوفت بوجباتها كأميرة طوال هذا الوقت؟ ثم تلتفل إلى هيكيرا وتسأله ما الذي يفعله؟ إذا كان قد انتهى من إبلاغ التقارير فيمكنه العودة أسيتبعها هكذا حتى تصل إلى سريرها؟ يحمر خجلا ويقول أنه سيغادر ويفكر جوزيف الأميرة هل هي بخير؟ طبعا هذا كان زمان لمما كانوا مقربين قبل ما ترجع بالزمان يذهب جوزيف عند الفرسان ويخبرهم أن ينتهوا التدريب لليوم فليستريحوا وليستعيدوا قواهم يفكر جوزيف أنه بسبب تلك المرأة اضطرت الأميرة كيرا في النهاية إلى التنحي من منصب القائد العام في النظرة الأولى قد تبدو تشبه والدها تماما لكن هل من الممكن حدوث هذا حتى؟ إن تأكيد ادعاء واينبيرغ لا يقل عن إنكار إخلاص حياة الأميرة بأكملها تواجدها هو من أجل اختبار صحة الادعاء لكن هو لا يجرؤ على تخمين النتيجة بعدها يسمع صوت ويتسأل ما إذا كان هناك فارس لم يغادر بعد يذهب لمصدر الصوت ويرى الأميرة تتدرب بالسيف بينما كانت تتدرب جرحت يدها بالسيف كانت هناك دموع تخرج من عيني الأميرة يجر إليها جرزيف ويسألها ما إذا كانت بخير يمسك يدها ويقول أنها قد جرحت تجيبه بولا بأس إنه مجرد خدش طفيف يقول لكن عينها كانت تدمع بوضوح تتوتر كيرة وتتذكر ثلثة النبلاء بأحق أن الدوقة ولدت كيرة ارتكبت جريمة علاقة غير شرعية لإنجابها لم يتم تأكيد الأمر بعد لكن إنهم يعتقدون ذلك الأميرة التي ظهرت حديثا تشبه الضوء بشكل كبير إن هذا جنون جدا تعبس في وجهه وتقول أنت الآن أتتعاطف معي؟ يتوتر منها ويسألها ماذا؟ لماذا تنظر إلي بمثل هذا التعبير؟ أتعتقد بأني من النوع الذي سينزعج من جرح واحد بسيط؟ لست ضعيفة كما تظن أنا لست شخصا يحتاج للمساعدة ينادي جوزيف عليها ويقول أن تتمهل ما يمكنك أن تفعله من أجلي هو أن لا تظهر مثل هذا التعاطف الواضح بل أن تكون شريكا في الإحماء لفترة من الوقت هذا هو كل شيء يقول هل قالت هي شخص ضعيف؟ لم يكن لديه مثل هذه الأفكار الوقيحة مطلقا هو فارس يتبع الأميرة والشخص الذي يخدمه أقوى من أي فارس آخر فكيف يمكنه أن لا يعرف ذلك؟ ثم تبتزم كيرة وتقول له أن يرفع سيفه ألا يجدر بالفارس أن يضبط بالسيف ما إذا كانت كلماته هذه صديقة أم لا؟ يجيبه بالطبع لها ذلك أخ والله يحزن ليش من جزيف البطل؟ لكن الأسطورة الثانية تقول طريقة تحضير البطل الثاني بتجيب واحد زي القمر خلص 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 وطيب جدا 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 وبيحب البطلة وبيقعد معها ويقولها لا تبكي ودائما يساعدها ويوسيها في كل حاج ويعمل عشان خطرها كل شيء لكن في الآخر تسيبه وتروح للبطل الأول أعتقد هذا الإشي يجب أن تتعوده سكر بهار وكل ما هو لذيذ يسألها جزيف بإذا كانت بخير حقا هناك جرح على يدها تجيبه أنها تكره أن تقولها مرتين بعدها تهجم عليه بكل قوة وتقول هل يظن أنه يستطيع أن يزيح نظره الآن؟ هل هذا فقط لأنها ليست رئيسته الآن؟ يبتسم ويقول بالتأكيد لا تجيبه إذن يجب عليه النظر جيدا لها ثم تهجم عليه مرة أخرى يتفاضى ضربتها كانت تكرر الضربات ميرارا وتكرارا لكن السيد جزيف كان يفكر منذ متى تدرب بالسيف مع الأميرة؟ لا عجب بدلا من مشاركة عشر كلمات من الأفضل أن يضرب السيوف لأنني أشعر بأنني أقترب لك الآن أمل أن لا أكون الشخص الذي يساء فهمه سيد جزيف هارد لك بينما كان جزيف في غرفته جالس جاءه آرثر وأخبره أن الأميرة الأخرى أظهرت قوة الأرواح صدم جزيف كثيرا وذهب عند الأميرة قال لها أنه سمع أنها لم تأكل لعدة أيام ولم تشرب حتى رشفة من الماء إذا لم تشرب شيئا ستنهار ينظر إليها لكن كيرة لم تكن في وعيها يغضب ويقول لو سمحت فقط من فضلها أن تبتهج يجري آرثر ويسأل جزيف عن الأميرة يجيبه جزيف يبدو أنها بحالة صدمة كبيرة يصرخ آرثر هل هو متأكد من أنها ستتعافى إن الأميرة قوية للغاية لكن جزيف لم يكن لديه الكلمات ليقولها حتى ينهار آرثر ثم يقول جزيف في الوقت الحالي كل ما عليهم فعله هو أن يثقوا بها وينتظروا بعد الانتظار صدر حكم إعدام الأميرة كان جزيف يجري وراء زيك يخبره أن ينتظر يريد أن يقول له شيئا يصرخ زيك ويقول هي بحكوم عليها بالإعدام ما الذي يجب أن يقوله لوالده إنه يشعر بنفس شعوره يكمل زيك ويقول أنه منذ وقت ليس ببعيد ظهرت تلك الأميرة المزيفة تلك المرأة في هذا الوقت القصير لم تتمكن من أخذ مكانة أخته في العالم الاجتماعي لكن أيضا أخذت مقعد مستخدم قوة الماء الوحيد لقد أخذت مكانتها كأميرة لعائلة بارفاس قالت كوزيت للجميع أن كيرة ساحرة وستدمر الإمبراطورية وستعرض حياة الجميع للخطر هل هو راضي بالمشاهدة فقط؟ يجيبه جزيف أن هناك حل لكن هناك الكثير من الآذان هنا إنه يعلم أن تدخل زيك لا يوجد منه فائدة بدلا من ذلك قد يحكم على زيك بالسجن هذا يجعل الأمر أكثر صعوبة في العثور على شيء يمكنهم فعله للأميرة لذا فقط فليسترخي على سريره لفترة من الوقت وسيتحدث هو مع والده بطريقة أو بخرى يبكي زيك ويجيبه بنعم سيفعل ذلك ثم ذهب زيك عند الضوق يسأله الضوق ما إذا كان لديه شيئا ليقوله بعدها يأمره بالدخول يقول الضوق أنه يعرف ما الذي سيقوله جزيف لكن لا يوجد سوى أميرة واحدة لعائلة بارفاس وقد أثبتت كوزيت أن لديها قوة وارفاس أمام العائلة المالكة والنبلاء على حد سواء ووفقا لأسطورة العائلة الإمبراطورية هناك شخص سيزرع بذور الكارثة لتذمير الإمبراطورية طالما هناك دليل عن أن كوزيت هي الوحيدة التي لديها قوة الماء أتخلص من كيرة لم أفر منه دوق نزلت من عيني أخوي يصدم جزيف من كلام الدوق ويقول لكنهم ما زالوا لا يعرفوا من هي تلك الكارثة عقوبة الإعدام مبالغة إذا كان سيلقي اللوم على الأميرة كيرة فهو لا يعرف أي شيء عنها إذا تم اتهام الأميرة زورا سيرتكب خطيئة لرجع فيها ضد شعب الإمبراطورية ألا يريد هو أيضا انقاذ الأميرة كيرة؟ يجيبه أنا الدوق الأكبر لعائلة بارفينز ودرع هذه الإمبراطورية أليس من الطبيعة لأن نعطي الأولوية لسلامة الإمبراطورية؟ ليفا اذهب الآن سيد جوزيف حسبي الله فيك دوق أنت أقدر أسميك الحيوان الناطق يفكر جوزيف نعم إنه يعلم هذا إنه يعلم أن ابنة واينبيرغ هي من أيقظت قدرتها أولا إنه يعرف شعور شعب الإمبراطورية القلق بشأن الأميرة المزيفة التي ستجلب الكارثة مع ذلك بقدر ما يفكر بالأمر إن قلبه يخبره بأن يتبع الأميرة كيرة ثم يستجمع شتاته ويقول حسنا يصدم زيك من الذي يقوله يجيبه جوزيف أنه قبل يوم الإعدام سيغادر مع الأميرة لفترة من الوقت سيحاول إيجاد طريقة ما يجيبه زيك أنه أراد من أخته أن تعيش فقط لكن لم يتوقع أن يقوم سيد جوزيف بهذا الأمر يبتسم جوزيف ويقول إنه فارس ويجب أن يعتني بالأميرة أليس كذلك؟ يقول جوزيف لزيك أن الطريق وعرة لكنها مخرج هروب جيد من قوات الأمن بالعاصمة إذا وصل إلى مكان معين فليذهب للعربة التي تنتظره نظرني لوجوده مفتاح واحد فقط يجب على زيك الاحتفاظ به بعدها يذهب زيك للسجن وطبعا إحنا عارفين شو دار في السجن من الحلقة الأولى لما قالت له إنها بدهج تطلع من السجن لأنه هي خايفة على أخوها الصغير إنه يعدم معها فقالت إنه خلص بدها تموت وبدهج تعمل أي حاجة بدهج تكافح ينادي جوزيف على زيك ويسأله ماذا عن الأميرة؟ يقول زيك أنها لن تذهب أخته لا تريد أن تكافح بعد الآن ويستمر بالبكاء يقول جوزيف أن الأميرة شخص معروف والكل يعلم إنها دائما شخص يبحث عن النتائج والتقدم لكن لقد كان عليها ضغط هائل طوال حياتها لكونها الأميرة بارفز لقد أراد فقط أن يجعل الأميرة ترتاح في نظره هي شخص يستطيع الاعتماد عليه لقد حلم بأن يكون الأمر هكذا لا أستطيع أن أقول ذلك لكن أنا لن أنسى أبدا اليوم الذي تدربت فيه معك على المبارزة المكان دون تواجدك هنا كشخص ضائع دون خريطة إذا تم إعطائي فرصة أخرى سأصلي بلهفة من أجل أن تستطيع الأميرة أن تعيش الحياة التي تريدها والآن عدنا للحاضر كانت كيرو تحتسل شاي مع زيك كان هناك الكثير من الرسائل لها يخبرها زيك أنها رائعة استطعت تكوين الكثير من الصداقات في هذا الوقت القصير أرسل جدها لها رسالة يقول أنه سمع أنه تم إحضار كوزيت وينباري للقصر لتسكن معها إنه قلق لذلك سيراقب الوضع فلتكن حذرة تقول لها دافني هل هي بخير؟ لقد كانت الأخبار صادمة لا تستطيع أن تنتظر للقائها مرة أخرى كذلك الأميرة الملكية أربيلة تقول أنها آسفة بشأن عدم حضورها معها ستأتي معها في مأدبة أخرى لذا لا تقلق وتتساءل صديقاتها من المأدبة هل هي بخير؟ كانت كيرا سعيدة هناك الكثير من يقلق عليها تجيبها الخادمة أن جميعهم قلقون بشأنها يصرخ زيكو يقول بالطبع أميرة وينبارغ هل هي أميرة حتى؟ قصد عن كوزيت إنها حقا تغضبه كيف تتجرى على أن تدعو أخته بالمزيفة طالما تحصل أخته على قوة الأرواح فسيتم قطع رؤوسهم فورا بعدها تظهر نار في وسط الطاولة التي جلسين عليها يصرخ زيكو يقول ما هذا؟ تتشكل النار على شكل رسالة وتذهب إلى يد كيرا تقول الرسالة مرحبا كيف حالك أنت لم تتأذي أليس كذلك؟ إذا أردت فعل شيء خطير استخدمي هذا لتحمي نفسك أنا من صنعه لذا سيكون مفيدا بالتأكيد تسأل كيرا هل ذلك السحر قلق؟ أرسل لها هذا الخاتم خاتم زواج وتقول إنه شخص يفعل ما يريد بعد كل شيء ثم تقول روزي أن تعذرها على حديثها لكن إن القصر الآن في حالة من الفوضى هذه الأيام تجيبها كيرا بالتأكيد سيكون هناك توتر كبير بعد كل شيء هناك أميرتان تحت سقف واحد تكمل روزي وتقول لكنها هادئة أكثر مما اعتقدت كما أن الدوق يعرف روتينة كوزيت اليوم لكنه لم يقل شيء فلتكن حذرة كوزيت كانت تنتسم وتقترب بين الخادمات كثيرا حتى الأشخاص الذين كانوا حذيرين منها بدأوا بالاسترخاء شيئا فشيئا تفكر كيرا يبدو أنه حان الوقت لفتعالي شجار لذا يجب عليها أن تستعد ارتدت كيرا ملابس الفروسية وذهبت لتتدرب بعدها ترى جوزيف الممر ويسألها لماذا جاءت إلى هنا تجيبه كانت تمر من هنا بعد أن فكرت في أنه يجب أن تطور مهاراتها في المبارزة يقول لديه تدريب للفرسان هل تريد أن تأتي معاه تجيبه بلا إنها ليست فريسة بعد الآن لقد تركت كل شيء لجوزيف يحبط جوزيف ويقول هكذا هو الأمر تجيبه بأنها ستفعلها لمرة واحدة بما أنه طلب منها يصعد ويقول أن هذا رائع فلتأتي في أي وقت هل تريد المجيء معه الآن تقول له لاحقا وتفكر في أن جوزيف يبدو مثل الجر واللطيف بعدها ترتفت وتقول إذن أراك لاحقا يحضق بها دون قول أي شيء عندما غادرت ينادي عليها يقول أنه فارس من عائلة بارفز التي تحمل قارة إنه يقصب بشرفه كفارس بأن يقدم الأميرة لذا فتعتمد عليه إذا كانت تمر بوقت عصيب تبتسم وتقول له بالطبع وتشكره على لطفه ثم تذهب لتتدرب بالسيف تقول أنها لم تمسك بسيف أبدا بعد أن تم إعادتها بالزمن لم تشعر بهذا منذ وقت طويل نعم الوقت الذي يقول لها جسدها بأن ترتاح فيه كيرا انظري إلى الظهور التي تفتحت بشكل جميل لقد أحضرت لك بعضها ماذا كنت تفعلين وحدك؟ واه إنها تحمل سيف او مي قاد تجيبها كيرا بأنه خطير هل يمكنها أن تبتعد؟ لقد ظهرت أخيرا كوزات أنت تتدربين على المبارزة هذا رائع تجيبها كيرا أنها تريد أن تركز لذا فلتتراجع والتحدث مجرد مضيعة للوقت لذلك هل يمكنها الذهاب؟ لماذا تتصرفين هكذا كيرا؟ أريد أن أكون صديقتك متذكرين نفس الحلقة الأولى سبحان الله دايما الخنزير بغيروش وضايات الغباء تبعتهم بخلوها نفسها تنظر كيرا إليها بنظرة صاخضة لماذا تنظرين لي هكذا؟ لماذا تفعلين هذا لي؟ هل فعلت شيئا خاطئا؟ ثم تغادر كيرا وتقول الحرباء هل من الممكن؟ لأنك لست ابنة والد الحقيقية؟ كيرا المسكينة هذا ليس خطأك على الإطلاق لأنك ولدت من علاقة غير شرعية حتى لو كانت لديك دماء مختلطة وغير نقية أنا لا أهتم لأن هذا ليس خطأك على الإطلاق بل هذا خطأ والداتك لا يجب عليك أن تشعر بالذنب لذا كيرا تلتفت كيرا إليها وهي تبتسم كانت على وشك قتلها كانت الحرباء تبتسم ثم تقول كيرا يا إلهي يبدو أنه حقا تم خداعها تتعجب كوزيت وتسألها بل الذي تقوله تكمل كيرا وتقول ماذا أفعل الكونت وينبيرك ليختعك هكذا لقد كنت أتساءل ما إن كنت ابنتها أم لا ولكن يبدو أنه حقا تم خداعك في الحقيقة أنا لا أظن أنك ابنة سيئة إنه ليس خطأك لأنهم أنجبوك بوجه يسهل استعماله ماذا نستطيع أن نفعل لأنه بعد كل شيء أنت ولدتي هكذا حتى لو تم إثبات الحقيقة وتم إصدار الحكم سأتحدث مع الدوق والعائلة المالكة أنا آني في النهاية لقد استغلوك وخداعوك لذلك سيتم تخفيف الحكم بالتأكيد هذا ما أريد قوله لك انظري للمرأة أتي لا تشبهين أبيها للإطلاق في المقابل انظري لي الأمر واضح للغاية أنا هي الإبنة الحقيقية نعم لهذا السبب الكونت واينبيرغ قد اختاركي اختاركي كأدالة حقيق هدفه كانت الحرباء وجه هذه البندورة الحمراء تأتي الخادمات ويصرخنا على كوزات لقد كنا قلقين عليها لأنها اختفت فجأة ويقولنا لها أن تخبرهم إذا كانت تريد الذهاب للخارج بعدها يلتفتنا لكيرا تعتذر الخادمة تقول أنها آسفة على وقحتها تجربها كيرا بلا عليها لا تقلق بشأن هذا تلتفت كيرا لكوزات وتخبره أن تظهر إلى الخادمة إنها قلق للغاية المرة القادمة لا تخرج دون إخبار الخدم حسنا بتبلع الحرباء وتقول السيد الحرباء بأنها آسفة لقد بدت كيرا رائعة بالسيف لذلك نسيت سيفها فليذهب الآن تذهب الحرباء مع الخادمات وتلتفت لكيرا كانت كيرا تحدق بها بعدها أعطتها ابتسام بومباستيك سايد آي في غرفتها كانت كيرا تقرأ رواية تمر من جبني بها روزي وتقول إنها سعيدة لأن الأميرة كيرا ليست حزينة للغاية لقد كانت قلقة في البداية إنها الآن تتصرف مثل والدها تماما وتقول تبا لماذا تظهر تلك العقربة في عقلها الآن تسألها كيرا ما الأمر تجيبها روزي للشيء لأن الجو مش بس للغاية ستذهب لإغلاق الستائر بعدها تصرخ وتقول ما هذا لماذا الجيد تجلس مع الحرباء بعدها ترى كيرا ذلك من النافذة كانت خادمة كيرا سعيدة بجانب كوزات الزياء السيدة النبيلة قاعات الولائم والاحتفالات والأكلات المجهرات الجميلة تقول جاي إن هذا لطيف للغاية هل ستستطيع تجربته في يوم ما تأتي بجانبها الحرباء وتقول هل تستطيع الجلوس هنا أيضا تبتسم لها ابتسامة أفاعي تجيبها بالطبع تستطيع الجلوس ستذهب الآن تقول للحرباء لا عليها فلتجلس هنا ولا يشاهده ذلك معا إنه جميل وبراق أنت تحبين هذا التصميم أليس كذلك؟ أنا أحب التصميم اللطيف الموجود هنا أعتقد أنه سيكون رائعا إذا ارتديتيه تخجل جاي منها وتفكر لقد قالوا أن السيدة كوزات من العامة لكنها أصبحت أرستقراطية في ليلة وضحاها إنها لا تصدق بأن هناك امرأة من العامة بهذا الجمال كانت تحسدها طبعا الحرباء تفهم تفكير الحرباء الأخرى مش بقولك الطيور على أشكالها تقع طبعا فهمتها وتقول ما رأيك بهذا؟ هل ستذهبين معي إلى غرفة الملابس غدا؟ تتبتر جاي وتسألها ماذا أنا غرفة الملابس؟ ليس لديك أي خدمة مميزة لتذهب معي ولا أستطيع فعل الكثير من الأمور لوحدي وأريد الذهاب للتنزه في العاصمة أيضا بما أنني أخبرتك بهذا ما رأيك؟ هل ستذهبين معي؟ تتوتر وتقول هي فقط بعدها تفكر الملابس الجميلة التي رأتها فقط داخل الكتب لقد أحدر ومصومم إلى القصر لكن لم تكن لديها فرصة للذهب إلى غرفة الملابس إذا ذهبت إلى غرفة الملابس فعندها هل ستستطيع لبس الملابس الجميلة؟ فستكون مثل السيدة كوزيت؟ تقول جاي أنها تريد الذهاب لكن بعدها تبتزم الحرباء تقول كيرة بالطبع كانت جاي سعيدة حقا؟ هل تستطيع الذهاب؟ تجيبها كيرة بالتأكيد تستطيع الذهاب كوزيت ليس لديها أي خدمة مميزة بعد لكن لتستطيع رفض طلابها تستطيع الذهاب طلع اسمها مججي إيميلي تشكر إيميلي كيرة كثيرا تقول لها كيرة تستطيع الذهاب الآن ولا تخبر صديقاتها بما حدث هنا تجيبها إيميلي أنها حقا لا تهتم بالموضوع لكن دائما ما أرادت الذهاب تسألها كيرة لماذا ترتجف هكذا؟ إنها لن تفعل أي شيء سيئا لها وتقول لها رهلة آمينة تشكرها إيميلي كثيرا وتذهب خرجت وتقول أنها سعيدة جدا لأنها وافقت تقول روزي وافقت على ماذا؟ تفزع إيميلي كثيرا وتقول وافقت على أن تذهب إلى غرفة الملابس مع السيدة كوزات تصرخ روزي عليها وتسألها الجنة ألا تعلم ماذا فعلت للسيدة كيرة؟ ألا تملك أي مشاعر لكيرة؟ بعدها ترفع إيميلي يدها تلاحظ روزي السوار الذي في يدها وتسألها هذا السوار؟ تقول إيميلي أن الذي عمل بالمطبخ ويجب عليها أن تذهب بسرعة لذا ستغادر فلتراها لاحقا تصرخ عليها روزي وتخبرها أن تنتظر قليلا إنها لا تملك أي إحساس أن تبع سيدتها من أجل هذا فقط؟ كان هناك حرباء على الجدار وكانت تبتسم كثيرا كان الخدم متوترين جدا كيرة زيك والحرباء كانوا يتناولون طعام الإفطار تقول الحرباء إنها ناعمة للغاية لم أتناول مثل هذا الطعام اللذيذ من قبل تنظر إليها كيرة وتقول إنها حقا جيدة بالتحدث رغم عن هذا الجو المتوتر هيبدو أن لديها موهبة بهذا وتسأل الحرباء والدها تقول أنها تريد أن ترى عماتها وجدتها هذا الأسبوع يسألها الدوق لماذا؟ تجيبه هل أحتاج لأسباب كي أستطيع مقابل تعائلتي؟ أنا الآن أعيش في العاصمة وأستطيع إرسال رسالة لكن أريد أن أرحب بهن وجها لوجه يقول لها أن تفعل ما تشاء وأن لا تسبب الكثير من المتاعب بالتبعي أبي ثم تقول كيرة أنها تريد الذهاب أيضا يقول ألم تذهب لزيارة عمتها قبل فترة قصيرة؟ تجيبه كلما ذهبت أكثر كلما كان أفضل وعمتها أخبرتها أنها تستطيع زيارتها بأي وقت وأيضا من الأفضل أن تعرف عمتها على كوزات بما أنها ستكون المرة الأولى التي ستقابلها بها أليس كذلك كوزات؟ ماذا؟ أوه أنت تفكرين بشأني لكن ألن يكون من الأمر غير مريح بالنسبة لك؟ كانت الحربة تفكر إلى متى ستحاول كيرة تمثيل دور الإبن الأكبر الأمر سيكون غير مريح بالتأكيد بغض النظر عن إجابتها وتجيبها كيرة إنها خائفة بأن تكون غير مرتاحة بجانبها كانت الإثنتان تحضقان في بعضهما وتقول كل واحدة منهما للأخرى بأنها مزيفة ثم تقول كيرة لولدها لا عليه إنها فقط تريد الذهاب مع أختها كوزات اعتادت على زيارة عمتها كثيرا في حياتها السابقة هي لم تذهب إلى هناك لإلقاء التحية فقط هناك سبب بالتأكيد في البداية كانت تظن أنها تحاول وضع جدار بينها وبين عمتها لكن هذا ليس صحيحا لأن سلوك عمتها تجاهها لم يتغير حتى عندما كانت كوزات تزورها باستمرار إذن ماذا تريد أن تفعل؟ وتقول كيرة أنها ستذهب معها وتراقبها عن قرب ثم تقول كيرة لكوزات بما أنهما هنا فليتناقشوا بشأن خدمتها لم يكن هناك متقدمين لذا ستبدل الخدم الخاصين بها بالتنوب معها يعني ابدلوا بالخدم علشان خدم كيرة يجزس على كوزات تحدق الحرباء بتقزز وتقول من قرر هذا؟ تسألها كيرة إذن من تريدين أن يقرر هذا الأمر؟ تلتفت الحرباء لوالدها على سبت أنه يعني ينقذها أو يقول لأ أنا بختار لك أو أنت بتختاري بنفسك يعني لكن الدوق العسل قال أنه انتهى من الأكل وسيذهب أولا تجاهل قمر العسل السيدة حرباء وفتقول كيرة فلتنظر حتى والدها لم يعترض بشأني هذا سترسل لها الخدمات بحلول نهاية اليوم إذا كان لديها أي ملاحظات فلتخبرها لأن المكان قد يكون غير مريح بالمقارنة مع مسكنها السابق الحرب الباردة ولعت تقول أنها شبعت لذلك ستذهب فليستنتع بوجبتهم يحدق زك بأخته بكل فخر ويقول أنت الأفضل أختي لقد فعلتها بطريقة مثالية كانت رائعة للغاية كانت كيرة سعيدة وتقول أنها كانت تتمنى أن ترى هذا المنظر في حياتها السابقة نظرة عدم الرضا والكره إنها حقا رائعة إنها لا تشعر بالملل عند النظر لها طالما تستطيع النظر إلى تعابيره هذا ستكون سعيدة كثيرا وتقول لذيك لينهو وجبتهم أولا واو إن القصر جميل للغاية ذهبت لابنتان لزيارة عمتهما تقول لهما العمى بأنهما وصلان أبكر مما توقعت كانت كيرة سعيدة وترحب بعمتها وتلتقى العمى بكوزات وتقول إذن هي ابنة روينة واينبيرغ تجيبها بي نعم كما تعلم يصنعها كوزات لقد أتت اليوم لترى عمتها تصدم العمى عند رؤيتها وتقول إنها تشبه أخها تشبهه كثيرا كما تقول الشائعات لكن من الغريب لذلك الفضل أن يكون لديه ابنة بشخصية مثل هذه طبعا يا حرام العم مخدوعة بس استمر زيني العمى تقول العمى بأنها لا تعلم كيف سيكون الوضع الآن والصدمة الأكبر أن كيرة هنا وهي هادئة يبدو أن علاقتهما جيدة بعض الشيء تسألهما كم من الوقت يخططان للبقاء هنا تجهبها كيرة ليومين فقط لا يريدون إزعاجها وإذا كانت لا تمانع ما رأيها بأن يتناول العشاء معا تتدخل الحرباء وتقول هي أيضا تريد تناول العشاء معهم هل رأيت الحديقة كيرة؟ هناك أزهار جميل للغاية هل الأزهار تنمو بشكل أفضل لأن أرواح الماء موجودة بقوة هنا؟ كانت كيرة تفكر ألن تخلص تلك العقربة أبدا؟ كما تعلمين كيرة هل استطعت رؤية حجر بياترس؟ اللي هو حجر قوة الماء تصدم كيرة إنها تعلم بشأن الحجر؟ وتقول لها لماذا تسأل بشأن هذا؟ تقول الحرباء كما توقعت هي لم تستطع رؤيته هل لأنها تعيش دائما بجانب والدها؟ تجيبها نعم هذا صحيح هي لم تره من قبل تكون الحرباء سعيدة بهذا جدا وتقول لها على أي حال هل سمعت بهذا من قبل؟ إذا كان الحجر بياترس بجسدك فإنك ستستطيعين استخدام قوة الماء تجيبها كيرة إذا كان الأمر هكذا فلن تكون هناك معاملة خاصة لعائلتها وسيستطيع الجميع استخدام قوة الماء ويبدو أنها مهتمة كثيرا بالحجر تجيبها أنا فقط فضولية لأنها لم تظهر من قبل لذلك الحجر بياترس من الممكن أن يكون مميزا تجيبها كيرة هناك سبب لعدم كشف الأسرة عن هذا الموضوع لذا لا حاجة لها بأن تتكلم كثيرا بشأنه تجري الأقربة وراء كيرة وتقول هل استطاعت التواصل مع الحجر؟ يعني هي لما تقف قدام الحجر فيه بسير زي التواصل وهيكا الروح يبصر زي كيف تجيبها كيرة أنها لم تراه من قبل لم يحدث أي شيء تقول لكن يفترض بأنها تستطيع فعلها أليس كذلك؟ ترتفت لها كيرة بغضب وتقول الحرباء هل أهانتها عن طريق الخطأ؟ أو تريد الهرب لأنها مزيفة وتخاف من أن يتم كشفها كوزيت هل لديك بعض الوقت لنجل سمعان؟ لأنني سأخذ وقتا طويلا لتحسين آدابك لأنه إذا أردت أن تصبح أميرة بارفايز أو شيئا كهذا فيجب أن تتعلم بعض الأداب أولا قبل أن تحرجي نفسك أمام عمتي بعدها تأتي إيميلي وتقول أنها انتهت من الترتيب سترشدها إلى غرفتها تجدل العقربة في حضن إيميلي وتقول كما تبقعت لا أستطيع أن أصبح صديقة كيرة أبدا ألا أعرف الأداب والتشريفات لأنني كنت من عامة الشعب من الطبيعة التي تكرهاني أليس كذلك؟ تقول إيميلي قريبا كيرة ستفتح قلبها لها وتفكر الحرباء بهذا نعم هي جيدة بإخفاء مشاعرها لكنها متوترة بالتأكيد لقد ولدت من أجل تحقيق رغبتها جميع الأعمدة والأمال ستسقط قريبا ستنهي الأمر قريبا عندما تنهي الأمر ستبدأ بلوم نفسها إلى أن إلى أن تصبح مهوسة بالبحث عن دليل لإرجاع شرفها مغبعة كانت كيرة في غرفتها تتسأل هل أتت كوزيت في حياتها السابقة إلى هنا من أجل روح الحجر بياترس؟ إذا لم تكن لديها قوة الأرواح فلن تستطيع لمس الحجر لكن إذا كان هناك رانين بين الأخوات مثل أسلافها السابقات كما قالت المثكرات هل سوف تستطيع فعلها؟ وتقول يجب عليها أن تعلم ما هي مكيدة كوزيت بسرعة وتتذكر عندما قالت لها الحرباء بها لرأت حجر بياترس من قبل وتقول أنها صدمت كون كوزيت تعرف بشأن حجر روح بياترس من أن سمعت به إذن هل أتت هنا في الماضي من أجل الحجر؟ هل تعتقد بأنها إذا لمست الحجر فستظهر قدراتها سريعا؟ كلا فل هناك ما هو أكثر من هذا هناك سبب آخر تأتي روز إلى كيرة وتقول أنها أحضرت الملابس التي طلبتها وتسألها ما الذي كانت تقرأه؟ هل هذه الرواية التي قامت باستعارتها من قبل؟ تجيبها كوزيت أجل كانت تحاول إخفاء المذكرات وتقول لا يمكنها القول بأنها قد أحضرت جميع الكتب المتعلقة بالأرواح حتى لا تتمكن كوزيت من قراءتها تقول روزي إنه كتاب ممتع حقا على الرغم من أن الأبطال الذكور الذين يملكون شعر الأسود مشهورون لكنها تفضل البطل الأشغر لذلك في هذه الأيام كلما رأت رجلا أشغرا وأزرقا عينين تغمرها الإثارة دون أن تدرك تعال شوف الأستاذ الفخور في نفسها وتسأل روزي كيرا هل لديها عمل لتنجزه؟ تقول لها كيرا بشأن هذا ستخبرها تتعجب كبيرة الخدم وتسأل كيرا هل ستذهب إلى القبو بمثل هذا الوقت؟ هل تريد حقا شرب القليل من النبيض وحسب؟ إذا تم معرفة بأنها تخطط الإجراءات وعطتها المفاتيح فستكون في مشكلة تقول كيرا إذا علبت عمتها الكبرى فهي متأكدة بأنها ستنزعج بجأن نوع المشروبات الذي تريد شربه في هذا الوقت المتأخر من الليل لهذا لم ترغب في إخبارها وقد أتت إليها مباشرة وتسأل كبيرة الخدم أربما يكون هذا بسبب ذلك الشيء المتواجد في القبو؟ إذا كان الأمر كذلك فسوف تخبرها وتتمتمها بأشياء الله عن المشي تقول لها كيرا أجل وترجو أن توقي هذا الأمر سرا عن عمتها الكبرى تتوتر رزي وتقول أسيكون الأمر بخير؟ ما يزال الجو فضيعا بسبب تواجد كوزات فإذا حدثت أي مشكلة أثناء قيمها بشيء ما سرا دون علم السيدة جوانا جوانا جو جو جوانا قد يتم استخدامه كعذر ضدها تقول لها كيرا ألا تخلق لا بأس وتلتفك كيرا خلفها كان هناك أحد يستمع لكلامهم ترجع إميلي إلى كوزات وتخبرها لقد قالت لها من قبل أليس كذلك؟ بأن تعلمها ما إذا كانت كيرا تفعل شيئا ما بدون علم السيدة جوانا تبتسم الحرباء ابتسامة كبيرة تخاف إميلي وتقول هل ابتسمت كوزات الآن؟ وتسأل الحرباء ما الذي فعلته كيرا بدون علم عمتها تجيبها إميلي قالت بأنها ستذى مباشرة للقبل لكي تشرب لكنها لا تشرب عادة تقول الحرباء هذه الفتاة قررت فجأة أن تأتي لمنزل العم الكبرى حتى تتسلل بالخفاء هكذا بمنتصف الليل؟ بعدها تذرك إنه القابو هناك حيث يتواجد الممر السري إلى حجر بياترس تبتسم وتقول تظاهرت بالهدوء لكنها كانت خائفة أيضا لأنني لو أظهرت قدرتي أولا فلن تستطيع هي الهروب من الموت دخيل يبدو أن هناك دخيل في القصر استدعو الحراسة بسرعة لقد ذهب للطريق السفلي تأتيها الخادمات ويسألها ما الذي يجري فتشرح لهم ما يحدث تصرح الحرباء وتقول نحتاج أن نقبض على الدخيل أولا أهذا مهم؟ تقول الخادمة ليس هناك أي دخيل فمفتح القبوي هنا بعدها ترى المفتاح لكن لا يكون موجودا وتقول لشخص الذي أخذ المفتاح وللسبب مكتوب في التسجيلات تتبك الخادمة الأخرى وتقول ليس هناك التسجيل؟ أهو اقتحام حقيقي؟ تفكر الحرباء بأنها فعلتها لا شك بأن كيرة قد ذهبت سرا للحصول على حجر الروح لكي تطير قواها وعندما قالت لها إذا كان لديها حجر الروح بياترس فيمكنها استخدام قوة الماء لقد وقعت بتصديق القصة التي اختلقتها لقد فعلت شيئا لم يكن يجدر بكي قيام به كيرة أنت حتى لا تعلمين بأن هذا السلوك قد يقودك للموت أكثر أيتها الغابية؟ ثم كانت كيرة في القابو وتقول أنها وجدت تصرح الحرباء على الحراس وتقول لهم أن يحاصر ومدخل القابو وتتسأل الخدمات كيف عرفت كوزيت يقولن بأنه لا يعلم لكنها كانت تركض بجنون شديد لكن هل هو فعلا دخيل حقيقي؟ قبل كل شيء يجب عليهم اتباع كلمات الأنسة طبعا جمعت كل العيل عند القابو يصرح الحارس ويقول إن القفلة مفتوح تبتسم الحرباء وتقول المدخل محاط بالكامل لذا فلتقرج من هنا كيرة سوربراز كانت روزي وليست كيرة تقول أنها كانت فقط بحاجة لأخذ شيء ما تندهش الحرباء وتقول روزي تسألهم روز ما الذي يجري هنا يشعر الجميع بالارتياح بأنها كانت خادمة كيرة وأنهن سعيدات لأنه لم يكن دخيلا في النهاية تصرح الحرباء وتقول أين هي كيرة؟ إنها تختبئ هنا أليس كذلك؟ تقول روزي كلا الأنسة كيرة إنها؟ لم تكمل كلامها تقطعه الحرباء وتقول إنها قد ذهبت لأخذ الحجر الروح ولهذا فلا يمكنك قولا الحقيقة تأتي العم جوانا وتقول ما الذي يجري هنا؟ ما الذي يفعلونه جميعا هنا في مثل هذه الساعة المتأخرة؟ تجيبها كوزيت أنها تعتذر لإثارة الضجة لكن لم تستطع المساعدة في منع هذا أي عقل أن أبقى ساكرة بينما هناك من يريد الإسلاء على حجر بياترس؟ تتبطل روزي وتقول حجر بياترس؟ لماذا قد أفعل هذا؟ تقول الحرباء إذن لماذا تأخذين مفتح القبو وتتسلل لي سرا؟ تقول روزي هذا لأن السيدة كيرة؟ تقاطعها وتقول أجل كيرة هي من أمرت كي بفعل هذا لن تتسلل بنفسها للطابق السفلي بمثل هذا الوقت لذلك استغلت خديمتها لكي تتحرك نيابة عنها وهذا بمثامة دليل آخر دخول رائق مسبب حرائق تقول كيرة لنصيط إسمي يستمر بالدخول إلى مسامع كثيرا أيمكنك أن تشرح لي ما الذي يحدث هنا؟ كوزيت تقول كيرة أن روزي لم تعود إليها بعد لهذا فقد أتت لمعرفة ما يحدث كان من الجيد أنها قررت المجيء وتأمر روزي أن تأتي إلى جانبها وتقول كيرة لكوزيت أن ليس لديها أي سبب لتسرق حجر الروح لماذا يجدر بها فعل هذا بينما تستطيع أن تطلبه من عمتها؟ تقول روزي من خلفها أن هذا ما كانت تحول قوله تتوتر الحرباء وتقول ما تعنيه هو؟ تغطاذ وتقول أنها تستطيع قوله هذا بأنه حسب ما مخطط له ينبغي الحثور على كيرة وهي تحاول لمس حجر الروح مما يتسبب في اشتباه كونها الأمير المزيفة وردت تحاول إظهار قوتها باستماتة ثم تلتفت للخادمات تحضق بها الخادمات باحتقار وكذلك عمتها أيضا ثم تقول كيرة ببراءة أنها لا تعلم ما سبب سوء الفهم هذا لكن روز قد ذهبت لجلب النبيذ لأنها أمرتها بهذا كذبة فليس من عادتك يشرب الكحول هل قمتم بسرقة مفتاح القب فقط من أجل الحصول على النبيذ؟ ليوجد تسجيل للسبب الذي دفعك أنت وخدمتك بأخذ المفتاح لذلك لاتتلاعبي تقول كيرة أنه من الصعب عليها قول هذا قد أخذت المفتاح بعد أن شرحت الأمر لرئيسة الخدم بما فيه الكفاية تقول رئيسة الخدم أن هذا صحيح لقد قالت لها كيرة ذلك مقدما وبأنها لم ترد أن تقلق السيدة جوانا لذلك طلبت منها أن تغض النظر هذه المرة وكذلك كانت رئيسة الخدم من أوسطها بالنبيذ الذي تحمله روزي تتعجب كوزيت وتقول في عقلها لم تقل لها خدمتها بأن هناك موافقة مسبقا من قبل رئيسة الخدم أي أقل أن يتم تفويت مثل هذه الملاحظة المهمة؟ أي أنتها الغبية؟ كانت إيميلي تضحك عليها وتصدم الحرباء كثيرا وتقول أنه تم أخدعها ثم تقول لها كيرة قالت سابقا بأن شرب الكحور ليس من عاداتها منذ متى وهما يعرفان بعضهما البعض لكي تتعرف على عاداتها الغذائية هكذا هل قامت بنبش المعلومات سرا عنها؟ إنها لا تعلم لما قد تقوم بشيء كهذا لكن نظر لإفتعالها بمثل هذا التصرف اليوم فلا يبدو بأن نيتها كانت حسنة تتوتر إيميلي وتقول هل كانت تستمر بسؤالها عن الأن ساكيرا لهذا السبب؟ هل كانت تنوي محاولة الإيقاع بها؟ تصرخ الحرباء على إيميلي وتقول العم ما هذه الضجة؟ ما هذه الضجة التي قمت بها يا كوزات؟ عمتي أنا قد اعتقدت حقا بأن الدخيل كان ينمر عبث بالحجر الروحي تجيبها العم أنه بسبب سوء الفهم الفاحش هذا الجميع بات متوترا لليلة كشخص أعلى ما قام يجب أن تكون أكثر أدبا وتوضح الأمور للخدم قبلا قبل أن تثير الضجة بالمستقبل يجدر بها أن تتحقق أولا وتعرف المزيد عن ما هو المشتبه به تنزعج وتقول أنها ستكون منتبهة أكثر تقول جوانا للخدم أنه لا يوجد دخلاء فليطمئن الجميع وليعودوا للراحة لقد عملوا بجد بمثل هذا الوقت المتأخر من الليل ثم تقول إيميلي لكيرة أن تعود وتستريه تلتفت كيرة لإيميلي وتبتسمان لبعضهما البعض وتقول كيرة لها عمل جيد إيميلي 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 بالصبر تجمع لي إيميلي إيميلي حاولي لن تخجالي آه لن تفجالي قصدي وبهذا نكون وصلنا إلى النهاية تلخصنا لليوم نرىكم في التلخيص السابق أو اللاحق السلام بسكو الختام وداعاً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة